بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى الدرس التاسع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدروس من أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ حياكم الله وبركة فيكم الشيخ في باب أداب الإفطار والسحور بقي بعض الحديث ومنها حديث عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت رواه أبو داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث لو ثبت فإن فيه ما يقال عند الإفطار من الدعاء ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين عند الإفطار وإنما المأثور كان عن بعض الصحابة فالمسلم يدعو بما تيسر له ويتحرى الوارد ولو كان فيه نظر في ثبوته نظر لأنه أحسن من القول بالرأي فإذا قال هذا الدعاء أو ما شابهه عند الإفطار فهذا مستحب نعم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت أي أنني لما أمرتني بالصيام صمت ولما أمرتني بالإفطار أفطرت فهو متقيد بأمر الله سبحانه وتعالى في صيامه وفي إفطاره نعم وعن نبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال أمة بخير ما أخر السحور وعجل الفطر هذا من آداب الإفطار والسحور وهو أن يؤخر السحور إلى طلوع الفجر بحيث أنه ينتهي عند طلوع الفجر قوله تعالى أكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على تأخير السحور والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبعت كل ما تأخر السحور وانتهى عند طلوع الفجر فهو أفضل وأتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هنا نعلم خطأ هؤلاء الذين يسهرون الليل ثم إذا حان وقت نومهم آخر الليل أكلوا وملأوا بطونهم ثم ناموا قبل وقت السحور ينامون قبل وقت السحور تسحرون قبل وقت السحور وقد يتركون صلاة الفجر مع الجماعة فعليهم أن يتنبهوا لذلك وأن يتركوا هذه العادة السيئة لأنها فيها إساءات أولا مخالفة السنة في تقديم السحور والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على تأخير السحور وثانيا أنها أيضا تسبب ما هو أعظم من ذلك وهو عدم حضور صلاة الفجر مع الجماعة الحديث الأخير في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في سحور بركة نعم وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر الإنسان لا يقول أنا لا لست بحاجة إلى السحور أو لست بحاجة إلى الطعام فيترك السنة السنة أن يتسحر لأن الله يحب له ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة وسماه صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك لأنه يعين على طاعة الله فلا يترك المسلم السحور ولو بشيء قليل عملا بالسنة نعم عن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصلا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب إن فصلا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر نعم الله كتب الصيام على الأمم كما قال جل وعليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن صيامنا يختلف عن صيام من قبلنا وذلك بأكلة السحر لأن هذا يدل على أنهم كانوا لا يتسحرون ونحن نتسحر فهذا فيه مخالفة لأهل الكتاب وفيه عمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مما يؤكد على المسلم أن يحرص على أن يأكل وقت السحور ولو قليلا من الأكل لأنه فيه عون على طاعة الله وفيه عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مخالفة لمن كان قبلنا نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ على ما بينتم لنا في هذا الدرس في باب أداب الإفطار والصحور جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء وانتهى هذا الدرس من شرح أحاديث الصيام سجل هذا الدرس زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته